شندت وزارة الصحة على أهمية الحذر وعدم التراخي بالالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب المخالطة المباشرة حيث أن الخطر ما زال قائما ونوهت الوزارة بأن الخروج من المنزل أو التجمعات بالمنازل والمساكن أو المخالطة بالأماكن العامة دون اتباع للإجراءات الاحترازية تسبب بارتفاع عدد الحالات القائمة وبالتالي التأثير سلبا على جهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 15 ألف حالة قائمة جديدة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين فقط مبينة أن من أبرز أسباب انتشار العدوى التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والمخالطة المباشرة وضافت الوزارة أنه وفق تقارير فرق تتبع أثر المخالطين فقد اتضح أن التجمعات في المنازل والمساكن تأتي بالمرتبة الأولى لتسجيل الحالات القائمة الجديدة تليها المخالطة في الأماكن العامة ثم السفر وشددت الوزارة على خطورة التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة لما لها من دور في ارتفاع أعداد الحالات والتسبب بالضغط الكبير على الطواقم الطبية والصفوف الأمامية وضمن إطار المتابعة المستمرة من قبل المعنيين بمتابعة آلية تتبع أثر المخالطين بوزارة الصحة أوضح الفريق المختص بأن عمليات تتبع أثر المخالطين أظهرت زيادة عدد الحالات المخالطة لحالات قائمة دون الالتزام بالإجراءات المعلن عنها والتي في حال التقيد بها ستسهم في الحد من انتقال العدوى وأكدت وزارة الصحة على أهمية الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة لفريق تتبع أثر المخالطين لحفظ سلامة الجميع إلى جانب ضرورة عدم التهاون باتباع الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس مشيرة إلى أن الالتزام الجاد وأخذ التطعيم هما السبيلان للحد من انتشار الفيروس والحد من أي تحورات جديدة له